ينضم لنا الآن من بغداد حيدر أهلا بك معنا ما هي الخطط ربما خطط الحكومة العراقية لإغلاق مخيم الهول وأيضا إعادة العراقيين إلى أراضيهم يعني الخطط عديدة لدى الحكومة العراقية في مقدمتها الخطط الأمنية الخطط الاجتماعية بالإضافة إلى خطط إعادة التأهيل الخطط الأمنية تتعلق بالتدقيق الشامل وإنهاء الملفات الأمنية العالقة لبعض النزلاء لهذا المخيم قبل إعادتهم إلى العراق الخطط الاجتماعية هي حقيقة برامج بدأت بها الحكومة العراقية منذ فترة وأعادت أيضا العديد من الأسر من داخل مخيم الهول إلى مناطق مختلفة من العراق إلى مناطق سكناهم وبعضهم تمت عمليات مصالحة وعمليات دمج داخل المجتمع لتتمكن هذه الأسر من العيش بصورة طبيعية في المجتمع والمحيطة التي تتواجد فيه هذه هي الخطط تقريبا أيضا وهناك خطط اقتصادية لعانت بعض الأسر لبدء حياتها مرة أخرى بمشاريع صغيرة تساعدها على الاستمرار والديمومة هذا بالتأكيد يتطلب جهد كبير خصوصا وأن هناك بعض الأسر لديها مشاكل عالقة كعمليات قتل وعمليات خطف عالقة مع عشائر وقبائل أخرى يجب تصفيتها إذن هي خطط حكومية وخطط ستتضافر معها أيضا البعثة الأممية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني العراقية شكرا لك مرسلنا حيدر الأسدي كان معنا من بغداد